سلام الله عليكم مرحبا متتبعي قناة الحميدي نحن اليوم مع السؤال السابع من فقرات نسولك وجوبني فقط للإشارة أنا بديت معكم الأسئلة كل تقريب الأسئلة المتعلقة بالنص التطبيقي يعني سواء المتعلقة باتجاه إحياء نموذج أو سؤال ذات أو تكسير البنية أو تجديد الرؤية وأنا اليوم والحلقة الماضية أيضا كانت حول النص النظري إذن اليوم مع السؤال لك نشوفه في التعليق بزاف هو تحديد القضية المحورية يعني شنقصده ماذا نقصد بتحديد القضية المحورية وجرد أهم العناصر المكونة لها ماذا نقصد بهذا السؤال ما هي القضية المحورية ثم ما هي أهم عناصر المكونة لها إذن هذا السؤال كي يجي في السؤال الثاني من النص النظري إذن السؤال على الشكل التالي تحدد القضية المحورية التي يطرحها النص وجرد أهم العناصر المكونة لها كي لا يقول لي بأنه سؤال يعني سؤال بسيط أولا يعني سؤال ما كانش عليك أن نقدره ولكن كين الناس اللي ما عارفاش هاد ماذا نقصد بالقضية المحورية وشنهما العناصر المكونة لها إذن إلى التعليق أكثر شكرا